شو صار اليوم من الثماني الصبح للثماني المساء شيع لبنان اليوم الرائد الشهيد بالجيش اللبناني محمد فرحات يلي قتلته إسرائيل مع جنديين ببنت جبال الخميس والمصور الشهيد غسان نجار يلي قتلته إسرائيل مع اثنين من الفرق الصحفية بحاص بيا مبارح الجمعة بجريمة الحرب على الصحفيين قال الاحتلال انه الغارة على حاص بيا قيد المراجعة وادعى انه هو هجم مبنى عسكري لحزب الله ومش صحفيين بالعدوان كف جيش الاحتلال ما جزره بتفاحته بقضاء صيدة ارتكب مجزرة قتل فيها خمس أفراد من عائلة أبو ريا البي حسن والأم رئية وولاده نمحمد وغنى ونور بقضاء صور سقطت ثلاث شهداء بالشعيتية بغارة للاحتلال بالبيزورية استهدف الاحتلال مركز الهيئة الصحية الإسلامية فقتل المصعف إبراهيم وطفا وجرح ثلاث مسعفين غيره ارتفعت حصيلة المصعفين اللي قترتهم إسرائيل لمية واربعة وستين مسعف أعلنت وزادة الصحة حصيلة جديدة للعدوان الفين وستمية وثلاثة وخمسين شهيد تنعشر الف وثلاثمية وستين جريح على حدود انتشرت اليوم مقاطع فيديو لعمليات تفخيخ وتفجير عم يقوم فيها جيش الاحتلال بالقرة الجنوبية الحدودية مثل العديسة قال الجيش الإسرائيلي إنه واحدة وستين من ضباطه وجنوده جرحوا بآخر 24 ساعة من المعارك بجنوب لبنان ادعى الاحتلال إنه خلال أسبوع تمكن من تدمير 130 منصة لإطلاق الصواريخ رغم هيد المزاعم رد حزب الله على العدوان فاستهدف أوائد عسكرية إسرائيلية وتجمعات لجنود على الحدود وقصف أوائد تانية بالجليل والجولان وصفد وعكة وقعد التل نوف بجنوب تل قبيب ترجمة نانسي قنقر